معاكم مصطفى محمد موقع اعرفني لكم فيديو جديد موضوعنا عن اداة الاصلاح مشاكل التحديثات في ويندوز 10 ومشاكل تين اكتبت قبل موضوع المستعدمين حاليا ما تجي تحمل تحديث او تثبيت في بعض النسحة الويندوز او بعض المستعدمين يعني بيوجه مشاكل فكتة بتقبل المشكلة مسلا نسالة خطأ او حياجة بدرش الحامل التحديث او يسبله فالاداة دي بتعفل لك حالة المشكلة دي بطريقة صعبة جدا مبسيطة وفي مشاكل كتيرة جدا في ويندوز برضو هي حلالة عن طريق الاداة دي ازا مسلا مشاكل او مشاكل اعادات الويندوز نفسها او مشاكل في بتاع الويندوز عايزي افتح في مشاكل كتيرة جدا ممكن تقبلها هتحلل عن طريق الاداة دي 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 هنتقل معكم الاداة هتلاقي لانك التحميل الاداة في الربط موضوعنا ان شاء الله فاسه فيديو هدوس كيكي مية الاداة بما هتحملها بالشكل دو اترام هدوس خيارات دي اعمل الخيارات اللي اهمنا هنشرحها لها رقم اربعة دي بيحل مشاكل التحديثة والتثبيت في الويندوز او ندوس رقم اربعة بعد كده انتر بكيات شغل الجهاز تاني عادي دي 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 اعمل سرش على في الويندوز هيحلمها لك عادي وسبتها بشي مشاكل خالص هيحل المشكلة دي هندي رقم اتنين اللي هي بيستبدأ ملفات الويندوز للبايزة باللافات التانية سليمة عن طريق نحط مسلا بتاع الويندوز في الويندوز ويبدأ يستبدأ ملفات السليمة تمام او الفلاش لو عندك فلاش ولا حاجة ممكن تعمل برضو كده من لو عندكش مسلا تمام في عنا بعد كده اللي هي السبعة تمام دي برضو بي تخليك ترجع عادات اللي هي الابديت اللي اعداد تفتدري من جيما عن الويندوز لو الرقم اربعة مش تغلطش معيك تمام رقم سبعة ممكن تشتعل معي في عنا بعد كده اللي هي تمام تمام دي تخليك تمسح ملفات المؤقتة في الويندوز بعد كده عندك احداشر تمام دي تخليك ترجع الويندوز لعادات تفتري خالص اللي كان جاي بيها يعني بيجعل دخلت هنا من سيتنج ايه غيخليك الاعدات تفردية كلها زي ما هي كالكات مع الويندوز ومغرد اي تغير خالص تمام لا في اي مشاكل عندنا الحظة في الويندوز ناشر بيعمل لو في اي مش عاب تخوش مسلا ولا حاجة ممكن تعمل هنا في عندك في عندك بعد كده بيزة امش ده بيستطلح ملفات في الويندوز برضو لو في اتنين برضو مش طاعدش معاك في اربعة نفس الكلام وفي تلاتة نفس الكلام فعندك احنا شرحنا اربعة وحداشر اربعة وحداشر شرحنا اربعة وحداشر واتنين دول اهم حاجة في الخيارات دي كلها لو في اي مشاكل تنا ممكن تجرب العدادات ديت عشان ترجع واندوز حاليته السليماتين طبعا ده بس تجدنا محتاج اي شرح ده كان موضوع النهار ده اتمنى اكون استفدت وكان معاكم مصطفى محمد موقع عارفين ديكم